بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت والذي خلف الآلاف بين قتيل وجريح ومشرد تجدلت التظاهرات اللبنانية مطالبة برحيل مجلس النواب ورئيس الجمهورية ميشيل عون وذلك بعد ان قدمت حكومة حسان دياب استقالتها رسميا لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة وفي الوقت الذي تتواصل فيها عمليات رفع الانقاض التي خلفها انفجار مرفأ بيروت تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق دولي لتحديد المسؤولين عن الانفجار كان بضمنها دعوة الأيمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإجراء تحقيق شفاف بشأن الانفجار وأسبابه والجهات والأفراد التي تقف وراءه إلا أن رئيس الجمهورية ميشيل عون اعتبر أن التحقيق الدولي بالانفجار هو مضيعة للوقت لترد عليه منظمة هيومن رايتس ووتش عبر حسابها على تويتر متسائلة ماذا فعلت السلطات اللبنانية لتثبت لشعبها أنها أهل للثقة وإن إنجازات القضاء مثلا في الكشف عن الفساد الرسمي المتفشي منذ عقود مديرية أمن الدولة أعلنت أنها أبلغت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن المواد الخطرة الموجودة في مرفع بيروت قبل انفجارها بأسابيع وذلك بحسب مصادر صحفية اللبنانية بينما اختصر الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني صبح الطفيلية الطريقة على الجميع ليعلن أن حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله مسؤولان عن تفجير مرفع بيروت ويجب أن يحاكم نصر الله على ذلك ومن ورائه المرشد الإيراني علي خامني مضيفا أن سلاح حزب الله دمر العراق وسوريا ولبنان لحساب نظام طهران هذا السلاح دمر سوريا هذا السلاح دمر العراق هذا السلاح دمر اليمن هذا السلاح دمر لبنان هذا السلاح فجر بيروت الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي زار موقع الانفجار هدد بفرض عقوبات على شخصيات لبنانية وأمهل القوى السياسية اللبنانية ثلاثة أسابيع للتوصل إلى ميثاق سياسي جديد ورغم التعاطف العالمي مع لبنان وإعلان الكثير من المؤسسات الدولية عن مساعدات مالية وطبية وإغاثية إلا أن المساعدات المالية المباشرة غابت تماما بسبب المخاوف من ابتلاع شبكات الفساد لها وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي ماكرون وفق لوكالة رويترز من أن الدعم الذي ستقدمه باريس لن يذهب إلى ما وصفها بالأيد الفاسدة